السلام عليكم و اهلا و سهلا بكم بحلقة جديدة. و طبعا انت و عمالة تختار قطعة جميعك. وبعد ما تقرر فئة المعالج واللوحة المناسبة للمعالج بتوصل على تبريده. و معظمكم عارف ان استقرار حرارة المعالج يعني اداء افضل. يعني استقرار افضل للمعالج بشكل عام. طيب و بالمقابل اذا بتنزل على السوق لتشوف شو هو المتاح بتلاقي عندك خيارات لا تعد ولا تحصل من التبريدات. وباقي حجام مختلفة. كانت سبق انا و عملت فيديو عن التبريدات الهوائية الا اقتصادية سعرها تحت ال 50 دولار وحتى تحت ال 40 دولار. فيك تشوفه بالاي فو. بس هاد المرة بتعمل مقارنة بين خمس تبريدات مائية بحجم 360 ميلي. متل ما انتو شايفينهم بشركات مختلفة. اذا كان لمعالجات انتل او لمعالجات اي ام دي من فئة الاي سابن او الريزن سابن والاي نين او الريزن ناين. لنشوف اي تبريد هيكون الافضل سعر مقابل اداء وحتى كمان من الامور اللي هو بقدم لك اياها. و شو بقدر انا انصحك بنهاية الفيديو. بس ابل ما نحكي عن هدول التفاصيل كله اياتهم بدنا اول شي ندعي اخوانا بالفرج القريب ان شاء الله. هالفيديو برعاية موقع كيز فان لبيع مفاتيح ويندوز 10 و 11 الاصلية. بس هالمرة ما انك محتاج كود خصم القناة مباشرة هتلاقي السعر تقريبا بحدود السبع دولار للويندوز 10. كل اللي عليك تعمل انك تختار المنتج تدفع باي بطاقة اقتمانية عندك. وبتلاقي الكود وصلك على الايميل خلال 10 ل 15 دقيقة. دخله بخانة تفعيل الويندوز ولا هون بيصير عندك ويند 30 بالمية على الحزم بس ساعتا هون بدك تستخدم كود الخاصم الخاص بالقناة يلي حيطلع قدامك على الشاشة هلا. طيب والمباريدات المائية اللي قدرت ان اوفرهم لحلقة اليوم يعتبروا فئة عليا. في منهم اثنين فئة متوسطة بس بشكل عام اسعارهم من رخيصة غالبا هتقدر انت تستعملن على تجميعات اي سيفن اي ناين واللي بديشتري هيك تجميعات يعني بدي يدفع لهم مبالغ كبيرة فبشكل عام يعني بدي يصرفوا كمان حبتان على التبريد حتى ياخد منهم افضل اد في اكيدات الشناقة الجديدة. علينا الطاقة رب العامة التي استخفلة انتطروا كنتم في أن تكون في حراء ح rewind الفاصل وخصيحينه هتقدرล هاتقد ustedes شدوا وان تفضلها هادته ايمالبيين زي الافعامة شدوا وانتطس بحera اrootحة خطان سعر ما يخترد الص 2 th وال mejor hockey الجديد شدوا 4ologici ت Lil64 تفضل36م هذا التبريد اهم أمامت Trying to바ek اللo wyrando انت وابيل جبات من الألوHerifانيجنة إلى الوحر اي تاجد صرف دولار والريم عينوانية���щика che googوا بمنافسه Japani 60 دولار الس حجم والتبريد الأخير سيكون من أسس تحديداً Strix Ryujin III 360 ARGB وفيك تقول عنه أنت هيدا الأغلى بالسعر يلي تسعره 340 دولار ما بيعتبر رخيص نهائياً يا جماعة هنوقف على أهم التفاصيل يلي هي ممكن تفيدك أنت باختيار أفضل تبريد يناسبك من ناحية الأداء ومن ناحية كمان المواصفات يلي بتيجي فيه الاختبارات يلي أنا عملتها كل ييتها كانت على معالج i7 14700K يلي يعتبر أحداث معالج بالوقت الحالي طبعاً فيه i9 بس منه متوفر عندي بالوقت الحالي وعملت الاختبارات على لوحة Z790 يلي هي الرفرش الجديد اللي دعم لها معالجات الجيل ال14 بس قبل ما أروح على النتائج بدي أحكي عن بعض الأمور اللي هي تعتبر كمان جداً مهمة باختيارك للتبريد أول شي جودة التصنيع وبحكم أن هدول التبريدات تعتبر كلها تفقق وعليا فرن أمانو حتى لي ما أجذب عليك يعني أقعد بيعك كلام كما بقوله الجودة كلياتها وحدة جودتهم جداً ممتازة ما فيهم مشاكل نهائياً رادياتر ألمنيوم بكل التبريدات بحجم 360 ملي البلوك اللي بيجي على المعالج أو اللي بيركب على المعالج بيجي نحاس لحتالي يساعد بتنائل حرارة أفضل فمن ناحية المواصفات أو من ناحية الخامات وجودة التصنيع يعتبر كلهم مثل بعض وبالنسبة لمضخات تدفق السائل داخل التبريد مختلفة من التبريد للتاني بس أسوس الشركة الوحيدة يلي هي زاكرة شو هي نوعية المضخة يلي راكب عندهم بتبريداتهم خاصة بالريوجين 3 يلي هي الأسي تاكل جيل التامين ويلي أظن تعتبر هي الأحدث لحد هلأ وطبعاً فيه اختلاف بسرعة التدفق أو بسرعة دوران المضخة بين الخمس مبريدات يلي معنا ينهم بس على حسب نتيجة الاختبار منها قاعدة أنت المطلوب أنك توقف عندها لأن في تبريدات تدفق السائل فيها وسرعة المضخة وصلت للأربعة تلاف أر بي أم بالمقابل كانت الحرارة أعلى من مضخات تانية أو من تبريدات تانية بقيت تقريباً سرعة المضخة فيها بحواري الألفين فهيدي النقطة أنت مال مطلوب توقف عندها بدأك تشوف أداء التبريد كله على بعضه كيف حتكون خلينا بما أنه نحن عمارة نحكي عن الحرارة والأداء أعطيك أنا نتيجة الأداء الحرارة بحالة الخمول تبريد جيجا بايت الواتر فورس والريوجين 3 كانت تقريباً هي الأفضل يلي هي كانت 26 و27 درجة بينما البقية كلياتهم كانوا 29 درجة وتبريد كورسير وصلت تقريباً إلى 32 درجة كلهم يعتبروا ممتازين ما فيهم مشاكل لحد هلأ أما تحت ضغط المعالج لمدة 10 دقاي مستمرة تبريد الأسو ستوف سجل أعلى درجة حرارة اللي هي الـ 85 درجة مع أنه متمعمل لكم والمضخة شغالة على سنعة 4109 ربي أم والمراوح بسنعة 1960 بعدها مباشرة كان في عنا تبريد الأركتك يلي سجل 81 درجة مضخة كانت شغالة على سنعة 2000 ربي أم من بعدهم كان في عنا تبريد كورسير 79 درجة مضخة كانت شغالة على الـ 2933 ربي أم بينما الأفضل بيناتهم يلي هو كان الـ Waterforce والـ Ryujin III بحرارة كانت 71 و72 درجة يلي تعتبر صراحة درجة حرارة أكتر من ممتازة على هيدا المعالج سراعة المضخة كانت 3300 للـ Waterforce و 3600 للـ Ryujin III يعني نظرياً على الأرقام اللي نحن شفناها كل هيدول التبريدات تعتبر ممتازين الحرارة مقبولة ولو حتى وصلت للـ 85 درجة بس برضو الحرارة تعتبر جداً ممتازة ترددات المعالج كمان تعتبر كويسية اللي هي على الـ P-Course وصلت للـ 5.5 كانت مستقرة وعلى الـ E-Course كانت 4.3 بس يعتبر الجيجابايت الـ Waterforce هو الأفضل بالأداء بس لهون انت ما فيك تعتبر أنه خلصة المعادلة أو خلصة المقارنة لأنه بعد فيه كتير جوانب نحن بدنا نوقف ونحكي عنهم أنه أول شي لا نرجع نحكي على تبريد الـ Waterforce بما أنه طرع الأفضل سعره 240 دولار تقريباً يعني ما بيعتبر رخيص بينما الـ Arctech اللي هو سعره 135 دولار أداءه مش سيء نهائياً بالعكس أفضل من التفك اللي هو أغلى منه بـ 25 دولار عم تحكي أنت بتبريد قيمته 135 دولار قدمت درجة حرارة تقريباً 81 درجة بالمقابل 240 دولار قدمت 71 درجة فيه فرق بالأداء بس برضو كمان فيه فرق جداً شاسع بالسعر يعني إذا أنت بتشي بتاخدها من ناحية سعر مقابل أداء وبغض النظر عن أي كماليات موجودة فيها للتبريد يعتبر الـ Arctech هو أفضل من كل التبريدات اللي نحن عرضناهن هذا من ناحية الأداء فقط لأنه لو تختار أنت هاك تبريد لتركبه أنت عندك على التجميع عبدا يكون فيه عندك تضحيات كتير كبيرة وأولهم بالشكل الشكل صراحة أكيد تشايفينه يعني أنتوا قبل أنه أنا عم استعرضوا بأكتر من فيديو شكله جداً سيء بس الأداء فيه يعتبر جداً ممتاز وبشكل عام ارتفاع أسعار باقي التبريدات منه جاي من فراغ يا جماعة فيه عندكم أمور موجودة فيهم منه موجودة مثلاً بتبريد الـ Arctech ولا حتى كمان بتبريد الـ Asos Tuff ولا بشكل عام حتلاقيون أنت بالتبريدات اللي هي بتجي بأسعار متوسطة من المية وثلاثين، مية وعشرين للمية وسبعين أو مية وثمانين دولار مثل مثلاً الشاشة اللي هي موجودة على الـ Water Force وعلى الـ Reusion 3 بصراحةً هيدا الشاشة بشكل جداً حلوة بحجم ممتاز كثيرة كبيرة أساساً بتجي IPS ممكن تطارد علي أنت صورة ممكن تعرض علي مقطع فيديو ممكن تطارد علي قراءات حرارة الجهاز كليتا بشكل عام بس هيدا كلياته بفلوس انت عمري تدفع ثمن وأسعار منا قليلة ما تعتبر قليلة نهائياً بالإضافة للمراوح الممغناطية اللي هي بتتوصل كلياتها قد ما كان في عندك عدد مراوح بيتوصلوا بكابل واحد بس ومن دون زحمة أسلاك عندك هيدا الشيء جيد بكورسير بالواتير فورس من جيجا بايت وبالريوجين من أسوس وهيدا تعتبر شغلة جداً مهمة لأنه تخيل انت مركب تبريد بيجي أساساً علي ثلاث مراوح ودك تركب انت بعد ثلاث مراوح على الكيس عندك ومن كل مراوحة تعرفي عندك كابلين واحد للأر جي بي وواحد للباور يعني باسم الله نحن بس هيك عمنا نفتح نعمل كيبل مانجمنت عنا 12 كيبل طالع هو هيدا بس للمراوح وشوف كيف بدك تتصرف معا انت وهيك مع هيدا الطريقة اللي هي بتكون كل المراوح بكابل واحد صراحة انا بشوفها افضل بكتير واريح بالاستخدام بس برجع بعد لك ياهنا المرة الثانية اريح بدك تدفع هيدا منطق الشركات كل شيء اللي بقدمو لك ياه خدمات بدك تدفع مقابيله انت فلوس يعني لاحظ معي انت كيف الاركتاك والاسوس تاف اللي هنالتبريدات بقدوا بالغرض حرارتهم ما كانت خطر بالعكس حرارتهم كانت كويسة بالمعدل المطلوب اي نعم انه هن اعلى من البقين بس حرارتهم كانت كمان كويسة بس بمواصفات عادية جدا الكيبل موجودة على المراوح كالمروحة طالع منا كابلين ومن دون شاشة اللي هي بتجيه على المضخة مثلا عندكم الاركتاك لانه بعد ارخص لعليه شاشة ولعليه إضاءة ار جي بي وهيدا اتنينيتهم بتلاقيهم بالسعر بالمست ستين دولار يعني انت ما بتكون عمري تحكي عن اسعار جدا عالية وبعد في نقطة اخيرة بدي احكي عنها يلي هي سهورة التركيب والتعامل مع السوفتور وتصبيت اضاءة الار جي بي وهيدر لأمور طبعا هلأ عندنا تبريدان مثل الاركتاك والاسوس تاف هيدر لابدهم سوفتور ولا بدهم حتى كمان يعني بتفاصيل زيادة هو بس ركب انت الاسلاك باللوحة عندك بيجي معهم سبلتر عشان توصل كل المراوح على كابل واحد وممكن تركبهم مباشرة على اللوحة وما بحاجة لأي سوفتور خلي ال البيوز لوحده يتعامل مع الباقي وانتهى الموضوع واكيد فيك تفوت على البيوز وتحدد سرعة المراوح وسرعة المضخة وتزبطها در الامور او فيك تنزل برامج خارجية على الويندوز بس بشكل عام ما انك محتاج ركب وصل على اللوحة والسلام عليكم تركوا يتعامل وما بالنسبة لطريقة التركيب اكتر تبريد كان معقدة شوي صغيرة بطريقة التركيب اللي هو الاركتاك في اكتر من البركت انت بدأت تركبها اذا كان على البلوك اذا كان على اللوحة مباشرة بس بشكل عام اذا بتت تتبع انت خطوات دليل المستخدم حتركب معك من دون مشاكل وخاصة انك انت شخص بتركب مرة انا يمكن بواجه مشاكل بالفك والتركيب لانه كل ما اعملت جميع فك وبركب ولا الاختبارات هدول الامور فملخب طمعي شوي صغير العملية بينما باقي التبريدات كلها يا تون لقى وضعها اسهل من هيك بكتير بركة واحدة بس بتركبها بظهر اللوحة اربع ستند اوف اربع براغة والسلام عليكم انتهى الموضوع واكتر تبريد صعب انك انت تتعامل مع السوفتور الخاص في يال انا بدي وقف شوي صغيرة بس على موضوع كورسير لانه كمان هذه النقطة ممكن تهمك كتير انه جماعة كورسير ما شغالين بس على سوفتور يشغلك المروح ويدئات الارجي بي الخاصة فيه والسلام عليكم لا الجماعة شغالين على سوفتور واحد بتقدر انت تشبك عليه كل قطع البي سي وحتى كمان القطع او المنتجات الذكية اللي عندك بالغرفة مثل مثلا النانولير الفيلبس هيو والجماعة كمان عمالية يشتغلوا على تعاونات مع باقي شركات مثل اسوس واما اس اي لحد هلأ بظن انه كمان هيصير فيه تعاونات مع شركات تانية وبتقدر انت تزامن كل اضاءة الارجي بي الخاصين باكتر من شركة من برنامج واحد صراحة ان انا بشوف هيدا شغلة كتير حلوة تزامن انت كل الاضاءة من برنامج واحد بس طبعا بدا تكون معاقدي شوية لحتى اللي تقدر انت تزبط الامور على بعضها وتعرف انه والله كورسير لازم يتعرف على منتجات امس اي ومنتجات اسوس ومنتجات فيليبس هيو ومنتجات اه نانو ليف مسلا كل هدول الامور لحتى اللي هو يقدر يتعرف عليهم بدي يكون الو الوضع سهل تقدر تتحكم فيهم بس كاول مرة تفوت انت تزبط مثلا تركب التبريد وتعمل الابديت وتزبط هدول الامور هتاخد معك شوية وقت ومن الجهة التانية اسهل تبريد انا لاحظته بطريقة المعامل وتزبيط اضاءة الارجي بي والابديت وهدول الامور كلياتهم كان جيجا بايت بس حمر البرنامج والسلام عليكم خلص بتلاقي كل شي سهل قدامك وواضح بس غالبا بما انه في هيدا البساطة كلياتها الافكتات والانماط لاضاءة الارجي بي حتكون محدودة يعني كل شي له ح حلو وسهل التعامل معه بنامات بريد استريكس او اللي هو الريوجين 3 جاية هيدا بالوسط لهو سهل ولهو صعب من برنامج الارموري كريت بتنزل انت البرنامج بتعمله التعديل لأول مرة بس الفكرة انه بيطلب تحديثات كتيرة بيطلب ريستارت كتير بس من بعد ما تخلص هدول الامور كمان وضعه هيكون كويس بتحكم انت بالشاشة بتتحكم بإضاءة الارجي بي كل هدول الامور بتقدر تعمل منه بس ما فيك انت تزامن مع شركات تاني خلص هن بس انت بتزامن مع القط حليق بسيط انا شفته انه حجم الشاشة مع المضخة عملاق جدا يا جماعة لايكوا قداش حجمه كتير كبير مقارنة مسلا بشو بالتف هنهد الدنيا نحن هون خلاص بلا ما نقارنه بالتف شوفوه انت هيك مباشرة حجمه جدا كبير يا جماعة للشاشة مع المضخة طبعا هون بيجي في عنا ما روحها كنوان لتبرد المضخة وتبرد الفي ار ام بس بشكل عام حجمه كبير وهيدا الشي هتواجه انت فيه شوية صعوبة انت وعمالي تركب الريدياتر وين الوضعي الل حتصير يعني اتايدك شوية صغير لانه لايكوا المساحة هوني او المسافة يلي عمالي يلف فيها الانبيب حتواجه فيها شوية صعوبة انت وعمالي تركبها فبداك تقدروا بحساب انت وعمالي تشتري الكيس وانت وعمالي تركيب وين بدك تركب الريدياتر حتى تزبط الامور كلها على بعضها وطبعا لما تشتري انت هيك تبريد بسعارة ثمية واربعين دولار فاكيد انا اكيد مليون بالمئة انك انت كمان عمالي تدور على الشكل زيادة للأداء فاكر مالي ت على الشكل حلو اتاكد من التفاصيل ومن الاحجام واذا بيركب معك بالوضعية اللي انت مخططت له من الاساس طيب عطينا الخلاصة يا واقل انه نحنا نفتنا بالحات اي واحد بنشتري بما انك عمالي تقول كل اياتنا مناح وما في يعني ما في فرق بيناتهم الا بالمواصفات نحنا شو بنشتري على اي واحد من الروح هعطيك انا الخلاصة بشكل بسيط اذا انت بدك الاداء عمالي تدور على الاداء بس ميزانيتك محدودة عليك بالاركتاج بس متل ما قلتلك بدك تضحي بالشكل سعر مية وخمسة وتلسين دولار وانتبه انه في نفس التبريد من دون اداءة الار جي بي سعره مية واربط عشر دولار وصراحة ان شوف هنا صفاة جدا جدا ممتازة اما بالنسبة للتبريد يلي هو الافضل من كل النواحي وصراحة انت تبريد الواترفورس يلي هو من جيجا بايت النسخة التانية سعر واداء يلي هو سعره متان واربعين دولار واداء والمميزات يلي فيه والشاشة يلي عليه كشان study Gesine build. 2000 The كمان بشوف Victoria with the نانوليف من فيليبس هيوم. زبط يعني الغرفة عندك باضاءة حلوة وبشكل حلو. وعندك منتجات من اما اس اي اللوحة مسلا من اه باسوس. بدك انت تزبط كل شي باضاءة واحدة. فطبعا عليك بكورسار بالاضافة للادائية اللي هو عمل يقدم لك يهن. وانتبه كورسار اي نعم انه هو سعره مئتانة واربعين دولار. بس البلوك اللي راكب عليه هيدا القطعة الصغيرة اللي هي بتضوه فيك تشيله وتركب محلة واحدة تانية اللي هي بتجي بشاشة. طبعا هتصير تدفع مبالغ اضافية. بس عندك هيدا الخيار ممكن انت تعمله كمان بالمستقبل. يعني الجماعة عطينا الخيار التعديل. انك انت تفك القطعة اللي راكب عليه وتركب واحدة مع شاشة. وطبعا كمان فيك تزود بالمراوح على قد ما بدك وتوصلن كل اياتهم على الهب واحدة اللي هي اساسا بتجي مع اه تبريد نفسه. واما بالنسبة لتبريد. صراحة ما بعرف شو بدي لكم عنه بس انا شوف شوي صغير مبالغ بحجم الشاشة متل ما خبرتكنه من شوي ومبالغ كمان بالسعر اللي هو تلتمية واربعين. تلتمية واربعين كان ولا تلتمية وستين تلتمية واربعين دولار بزان. وعلى رأسي انه الاداء حلو وكان عمالي نافس الواتر فورس بس سعر غالي. يعني هي هادي مشكلة الاسوس انه الجماعة عاملين برند لحالهم باسعار معينة وبدن بس فئة معين هنا اللي يشتروا من عندهم. هيك ان الجماعة عمالي يتعامله. وبس هيك يا جماعة بتمنى اكون فتكم بحلقة اليوم. كان المطلوب يكون معنا بعد تبريد من ليان لي الجديد يلي بشاشة. وتبريد كمان يلي هو من الانزي اكستي وتبريد من ديب كول. بس للمين ما قدر توفره لحلقة اليوم. بس بشوف انه صفقات جدا ممتازة. خاصة تبريد ليان لي لانه بشكل عام اسعاره ما بتعتبر كتير غالية. ما بقارف تحديدا السعر اللي بيجي مع شاشة سعره. ديب كول فيك انت تحط بفئة التبريدات المتوسطة. اذا عندك اي اقتراح لتبريدات انت شايفها مستهرة ان احنا نحكي عنها. اكتب ليها بالتعليقات تحت لنحاول نحن نشتري التبريد. نحكي عنه ونشوف ازا هو صفقة كويسة. طبعا كمان ما تنسينا باللايك الازيزي والاشتراك بالقناة. نشوفكم ازا الله راد بالحلقة الجاي. والسلام عليكم.